موسيقى هكملك الحكاية أنا عارف الحكاية دي والأسف لسه بنشوفها بنتك عندها 15-16 سنة بتحكي بتلبس عدسات راحت جابت عدسة من مكان لا مصرح لي ببيع العدسات ودي برضو من الأخطاء الكبيرة الحقيقة اللي احنا لازم نمنعها الصيدلية أو الكوفر الحلق يعني اللي بتروح له ده ولا الكوفر بتروح له فتح الدرج ورح مديها العدسة من غير ما يقولها تنفع لك ولا لأ مناسبة ولا لأ من غير ما يديها التعليمات إن ما ينفعش تنم بيها وقال لا لا أخديها دي زي الفل ودكتور مين اللي حتروح له ده يا شيخة امشي البنت نبسة العدسة جالها ميكروب في عينيها صديد في عينيها في القرانية عملت عتامة دايما وعادنا نعالك في الميكروب ده 3-4 شهر وثابت بصمة على القرانية عتامة قدت إلى فقدان الإبصار بنتك دلوقتي عايزة عملية عملية دي قد تكون ليزر لو هي محظوظة بأن العتامة سطحية وقد تكون تغيير قرانية عملية زرع قرانية أو تغيير قرانية يعني يا جماعة أرجوك لو سمحت اللي مش قادر يعني اللي مروحش حد يروح اللي يجيب من عنده عدسة لسقى للعين لأن ده مجرم بالقانون المصري ومجرم بالقانون الدولي حتى لو عدسة ملونة وحتى لو عدسة أي كلام مش حاجة لسوى عدسة أي كلام العدسات الأي كلام تأثرها على العين قوي جدا وموسيق جدا ومؤذي جدا فأرجوكو ما تعملوش كده لو سمحت ما تعملوش كده يعني اللي بيعمل كده بيخالف القانون اللي بيديلك عدسة وهو غير أهلي لي القانون المصري يؤكد أن العدسات الطبية مستلزمات طبية تصرف بوسطة الطبيب المتخصص حتى مش دكتور عام ده لازم يكون متخصص في العيون وده مستاهل تخيالوا أن الجاكت بتاعي ده يلبس الشعب المصري كل واحد يلبسه من الشعب المصري يجي على مقاسه ينفع الكلام ده ما ينفعش اللي يصلح لي لا يصلح لغيري واللي يصلح لغيري قد لا يصلح لي في نفس الوقت يعني بلاش كده أرجوكو بلاش كده ترجمة نانسي قنقر